أتكلم معيها عن تفاصيل أكتر ليها علاقة بكل الجديد اللي حصل في عالم الثقافة بعد ثورة 30 يونيو وأهم الإنجازات التنموية والتوعوية والتسقفية وحتى التعليمية اللي ظهرت بعد ثورة 30 يونيو والحقيقة عايزة أتكلم معيكي عن مبادرة حياة كريمة اتكلمنا عن مبادرة أهل مصر اللي بترعوها طبعا في وزارة الثقافة خلينا كمان نتكلم عن مبادرة حياة كريمة اهتمامهم بنشر الوعي اهتمامهم بالتعليم اهتمامهم بالدعم اهتمامهم بالتنمية الحقيقية للأسر المصرية الفقيرة اللي عاشت يعني طول الوقت كانت يمكن منسية وما كانتش فيه اهتمام بيها بالقدر كافي الحقيقة أن من اللحظة الأولى لانطلاق المشروع الرئاسي حياة كريمة كان لوزارة الثقافة بصمة مهمة جدا لوضع برنامج ثقافي متكامل داخل قرى حياة كريمة من خلال المكتبات المتنقلة من خلال مشروع زي كوش ككتابك اللي بيوفر الكتب داخل قرى حياة كريمة من خلال مجموعة من الفعليات المتنوعة والمتكررة على مدار العام يعني كان اخرها احنا من ايام تم اطلاق تمن مسارح متنقلة جديدة لقرى حياة كريمة دي حيتم تخصيصها فقط لقرى حياة كريمة كمان بيكون في مجموعة من الفعليات احنا كمان بنشوف رحلات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بتكون من أبناء قرى حياة كريمة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامج متكامل بيتم اطلاقه سنويا مع الاكهزة الصيفية بيتم تخصيص جزء كبير منه لقرى حياة كريمة فيه فعاليات مسرحية وكتب ومعارض كتاب كل ده بيتم بالتعاون مع هيئات وزارة الثقافة المتنوعة والمتعددة الهدف منها ان احنا نكافح التطرف نواجه الافكار الغريبة والشافزة اللي كان ممكن تكون تتصرب الى الاماكن البعيدة عن الخدمة الثقافية وتحقيق العدالة الثقافية وده احد اولويات وصد ثقافة طبعا اللي لازم نشير اليها ان احنا نحقق العدالة الثقافية ان المنتج الثقافي ما يكونش بس في العاصمة ولا في اسكندرية ولا في المدن الكبرى يكون يوصل ابعد نقطة في مصر من خلال قوافل من خلال انشاء قصور ثقافة متنوعة احنا قدرنا ان احنا خلال ال11 سنة اللي فاتت ان يكون عندنا اكتر من 200 منشاقة ثقافية موجودة يتم افتتاحها لدعم وخدمة ابناء المحافظات المختلفة سواء في الصعيد او في وجه بحري دي من البرامج المهمة جدا اللي بتحرص وزارة الثقافة على رأس الاولويات لتحقيق فكرة العدالة الثقافية مش بس في خورة حياة كريمة كمان عندنا المواطق بديل العشوائيات ده برنامج تاني كمان بتعمل عليه هيئة قصور الثقافة ان احنا نروح لابناء مواطق بديل العشوائيات ببرامجنا المتعددة وكمان يكون هم جزء من البرامج اللي بتتقدم سواء في معارض الكتاب سواء في المسرح سواء في السرك سواء في كل المؤسسات المكاتب الصيفية المكاتبات الصيفية كل الانشطة الثقافية كل الانشطة والفعليات اللي بيتم تنظيمها يكون للمواطق بديل العشوائيات حظ منها وحظ وفير كمان طبعا